السلام عليكم ورحمة الله والقرآن هو كلام الله تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل عليه السلام وأده كما سمعه إلى محمد صلى الله عليه وسلم القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال تعالى وإن أحد من مشكين استجارك كلام الله هو الشفاء هو النجاح كلام الله هو حبل الموصول بين السماء والأرض قال صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحبل الله الممدود من السماء إلى الأرض طرفوه بيد الله وطرفوه بعيدكم فإذا استمسكت به فأنت مستمسك بحبل الله قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين لذلك نحن نقف هذه الوقفات التدبرية مع كلام الله عز وجل مع كتاب الله تبارك وتعالى نحي به قلوبنا في الحقيقة ونسير فيه على طريق الطمأنينة والسعادة والحياة الطيبة ونسير فيه ونسير فيه لنتعلم صوى الإسلام ومناراته لنصل إلى دار الردوان وإلى دار الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون هذا لا يكون إلا لمن ذاق وإلا لمن تعرف فإن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وهي جنة ذكره ومعرفته وتوحيده وأعظم الآيات في القرآن هي الآيات المعرفة بالله عز وجل المعرفة بأسماء وصفاته المعرفة بكماله وجماله وجلاله عز وجل وإله الأسماء الحسن فادعوه بها الله تبارك وتعالى الكمال والجلال والجمال الله له كمال الصفات الذاتية وكمال الصفات الفعلية الله ليس كمثلي شيء هو السميع البصير نثبت له الأسماء والصفات كما ليقوا بجلاله وكماله نثبت معانيها ونفوض الكيف لله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علمه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وكل ما خطر يبارك فالله خلاف ذلك ومع ذلك نثبت المعاني التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية نؤمن بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تكيف الله تبارك وتعالى ليس له كف لم يكن له كفوا أحد لا عد له لا مثل له لا ند له لا سمية له تبارك وتعالى لا شريك له لا شفيع عنده إلا بإذنه تبارك وتعالى لا ظهير له لا معاون له الله عز وجل هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصمد الذي تصمد إلي حوائج الخلائق الصمد الذي لا جوف له يطعم ولا يطعم تبارك وتعالى الصمد تبارك وتعالى العليم الذي قد كمل في علمه العظيم الذي قد كمل في عظمته السيد الذي قد كمل في سؤدده كما قال النعباس رضي الله عنهما معرفة الله عز وجل بأسماء وصفاته هي جنة الدنيا في الحقيقة معرفة الله بأسماء وصفاته هي لب التوحيد ولب الدين وحقيقة التدين وحقيقة العلاقة بالله تبارك وتعالى معرفتك بالله عز وجل هي التي ينبثق منها معرفتك بالأحكام الشرعية ومعرفتك أيضا أقدار الله عز وجل الكونية فترضى وتسلم وترضى بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم النبي حين تعلم أن الله هو الحكيم فهو حكيم عز وجل في أقضيته وأقداره وحكيم في تشعاته وأوامره تبارك وتعالى حين تعلم أن الله تبارك وتعالى عليم علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون علم وحاط بالكليات والجزئيات عالم الغيب والشهادة علم وحاط بالممكنات والمستحيلات وبالماضي والحاضر والمستقبل العليم العالم العلام العليم الحكيم الخبير الذي أتقن علمه عز وجل حين تعرف الله العظيم حين تعرف الله الكبير المتعال حين تعرف الله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطل الذي ليس دونه شيء حين تعرف الله الرقيق البصير الحفيظ الحسيب تبارك وتعالى حين تعرف الله القوي المتين العزيز تبارك وتعالى الذي لا يغالبه شيء ولا يغالبه شيء والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا مغالب له تبارك وتعالى فهو تبارك وتعالى القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير هو العلي له علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن ليس كمثلي شيء هو السميع البصير ولو المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم حين تعرف الله الضار النافع المعطي المانع المعز المذل القابض الباصد الخافض الراف وأن تعلم أن كل ذلك بحكمة وأن الشر ليس إليه لبيك الله أم لبيك لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك ليس في أسمائه شر ولا في صفاته شر ولا في أفعاله شر بل كل فعله خير وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم وعسى أن تحبه شيء وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون قل إلا هم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع ملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيديك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليلة في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب حين تعرف الله الملك المليك المقتدر تبارك وتعالى على كل شيء قدير الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لماذا خلقنا الله؟ لماذا أوجدنا الله؟ لنعرف الله لنعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لنرى الله بقلوبنا قبل أبصارنا في الجنة قبل رؤية العين لله عز وجل في الجنة فهناك رؤية قلبية هنا في الدنيا أن ترى الله بقلبك أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يرى أن ترى الله الحي القيوم عز وجل قال أبو موسى أشعري رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يغفد القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفاه لأحرقت سبحات وجهه من تده إليه من خلقه إذن الله لا ينام الله لا يموت الله لا يغفل الله لا تأخذه سنة ولا نوم الله له كمال الحياة تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم هذه الآية آية الكرسي هي أفضل آية في كتاب الله لأن موضوعها هو الله عز وجل وهو صفة الله تبارك وتعالى وموضوعها ومعناها في الحقيقة في صفة كمال وجمال وجلال الله تبارك وتعالى السماوات السبع والأرضون السابق حلق في فلاه بالنسبة للكرسي والكرسي حلق في فلاه بالنسبة للعرش والله أكبر وأجل والكرسي هو موضوع قدمين رب تبارك وتعالى فالحباد صغيرون جدا في هذه الحياة وفي هذا الكون الواسع هذه الكرة الأرضية ما هي إلا ظرة تائية في المجموعة الشمسية والشمس ظرة تائية في مجرد درب التباني والمجرة ظرة تائية في الخمس مجرات الأخرى والخمس مجرات واحد بالمئة وتسعة وتسعون بالمئة من الكون مظلم لا نعلم عنه شيئا ملايير السنة الضوئية وكل هذا في السماء الدنيا وكل السماء أكبر من التي قبلها سبع سماوات وسبع أراضي وربك بكل شيء محيط وهو تبارك وتعالى لا يؤدوه أي لا يكرثه ولا شق عليه حفظهما وهو العلي العظيم تبارك وتعالى له العظمة وله الكمال وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله العلو تبارك وتعالى علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر آية الكرسي التي سأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي آية معك من كتاب الله أعظم فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال ليهنك العلم أبا المنذر حقيقة العلم أن تعظم الله حقيقة العلم أن تعرف الله حقيقة العلم أن تخشى الله ولذلك لما قيل الشعبي عالم قال إنما العالم من يخشى الله تعالى إنما يخشى الله من عبادي العلماء قال صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية إذن العلم يساوي الخشية يساوي الهيبة يساوي الانكسار يساوي السقوط والهبوط من خشية الله أن تسقط راكعا ساجدا تسقط ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قال النقيم رحمه الله في آية الكرسي قال في آية الكرسي ذكر الحياة وذكر معها قيوميته المقتضية لذاته وبقائه وانتفاء لآفات جميعها عنه من النوم والسنى والعجز وغيرها إن الله يمسك السماوات الأرض أن تزوله ولئن زالت إن أمسكها من أحد من بعده الله هو الحي القيوم الحي تبارك العالمي له كمال الحياة وهي متعلقة بذاته لا تتعلق بالقدرة ولا المشيئة وهي منتفي في حقه عز وجل السنة والغفلة والنوم والموت والقيوم هو القائب بنفسه المقيم لأمر خلقه في دعاء قيام الليل اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تقيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تقيوم السماوات والأرض ومن فيهن أن تقيام السماوات والأرض ومن فيهن إذن قيم قيام قيام قيوم تبارك وتعالى قائم بأمر نفسه مقيم لأمر خلقه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبه قال ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي أصل جميع السماوات والأرض وذكر معها قيوميته المقتضية لذاته وبقائه وانتفاء الآفات جميعها عنه من النوم والسنة والعجز وغيرها ثم ذكر كمال ملكه ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه وأنه لا يشفى عنده أحد إلا بإذنه ثم ذكر سعة علمه وإحاطته ثم عقبه بأنه لا سبيل الخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلمون ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بمشاء وما أوتيت من العلم إلا قليلا قال ثم ذكر سعة كرسيه منبها به على سعته سبحانه وعظمته هو الواسع العليم وعلوه وذلك توطئة بين يدي ذكر علوه وعظمته ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب ثم ختم الآية بهذين الإسمين الجليلين أدى اللين على علو ذاته وعظمته في نفسه وقال في صورة طه يعلق ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون به علمه أنا أريد أن تبص على الآية التي قبل آية الكرسي قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفع أركز بقى في ختام الآية والكافرون هم الظالمون الكافرون هم الظالمون والكافرون الظالمون جملة اسمية ثابتها فيش مشكلة لا هم الظالمون وضمير الرفع المنفصل جاء هنا للإفراد والتأكيد لو كان هناك ظلم فهم أصل هذا الظلم يعني لهم النصيب الأوفر من هذا الظلم هذا يعني هم لا غيرهم للاستقلال بهذا المعنى والكافرون هم الظالمون طب ليه كافرون هم الظالمون يا جماعة هتقول لي عشان ظلموا نفسه صح وظلموا أهليهم وظلموا من حوله لأنهم الذين خصوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك والخسران المبين تمام؟ سيدي نقطة تانية والكافرون هم الظالمون ليه الآية اللي بعدها ليه علاقة بيها اللي هي آية الكرسي أن من يكفر بمثل هذا الإله العظيم فقد ظلم ظلما عظيما فقد ظلم نفسه ظلما عظيما بالبعد عن الله أيكون هذا هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لو ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي أشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يودوه حفظهما هو العليه العظيم الله ملك الملوك تكفر بالله إيه الجبرود ده إيه الظلم ده إيه الضياع ده إيه الانحراف ده هم الظالمون من يعرف الله يعرف قدر ظلم الكافر قدر المعصية والشرم الذي فعله الكافر عشان كده ليه الله السيئة الوحيدة التي لا يغفرها ظلم كبير لقد خلق كل شيء خلق هذا الكون كله أرسل رسل أنسى الكتب من أشف هذه الكلمة لا إله إلا الله أشف أن تحريفه خلق لك قلبا ينبض مخا يرسل الإشارات العصبية والكهربائية إلى الجسم طرف العين أكتر من 2 تليون خلية في الكسر أكتر من 360 نفسر أكتر من 240 عضلة مش عشان تعيش حياتك وجهاز عصري وجهاز هضمي وجهاز تناسلي وجهاز دوري وجهاز بصري وسمعي وغير ذلك كل ده عشان خرق لك العينين والأذنين لم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه والنجاين كل هذا لماذا عشان تعيش على مرادك ومراداتك وأمزجتك الخاصة لا عشان تعيش على مراد الله منك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعمدون لتعرف الله معرفة تقتضي محبة وذلا وخوفا ورجاء وأنسا وشوقا وإنابة واستسلاما وقيادا واتباعا واعتمارا وانتهاءا وتعظيما لشعائره وجهادا وكفاحا وموتا في سبيله لازم كل يوم كما أنه ينقص عمرك تزداد معرفة بالله تزداد معرفة بالله ففي كل شيء له آية تدل على أنه الوحيد فكيف عصاه العاصي أجحده الجاحيد تعرفه من القرآن والسنة الآيات الشرعية وتعرفه من الآيات الكونية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وتعرفه من آياته التكوينية أفعاله سننه الإلهية التي تحكم المجتمعات والأفراد شوف آياته بعينك في الجزاء من جلس العمل فما يعمث قال ذرة خيرا يره وما يعمث قال ذرة شرا يره تعيش في تقلب الليل والنهار والصحة والسقم والقوة والضعف والتمكين والاستضعاف وإتاء الملك ونزع الملك وتنغيص اللذائب وكل هذا تجد الكون كله مجدود بخيوط والتي تحركها هذه القيوط حكمة الله عد الله رحمة الله تقسيم الله الأرزاق قوة سيطرة هيمنة شهادة قيومية حياته تبارك وتعالى وجوده تبارك وتعالى ذلك الكافرون هم الظالمون أعظم ظلمهم بعدهم عن ربهم عز وجل لهم كفروا بهذا الإله العظيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضة يوم القيامة والسماوات ما يشركون ما لكم لا ترجون إله وقاره وقد خلقكم أطواره أليس الله بكاف عبده ويحوفونك بالذين من دونه ومن يضي الله فملو من هذا ومن يهدي الله فملو من مضل هذا الإله الكافي الحسب الوكيل هذا الإله الذي يدفع عن الذين أمون هذا الإله الذي يؤاذن من حارب وليا بالحرب له هذا الإله الحفيظ الحافظ أرحم الراحمين خير الرازقين أحسن الخالقين هذا الإله العلي المتعال الكبير القوي المتين كيف يكفر به؟ الآية اللي بعدها مهمة برضو إيه فالآية اللي بعدها لا إكراها في الدين قد تبين رجل الغيب حين يكفر حين يكفر الكافر بعد بلوغ الحجة الرسالية لا نكرهه في دخول الدين لا ديننا لا يصح فيه إيمان مكره طب ليه؟ لأنه دين معظيم لا يكره الناس عليه تقول لي أمال إيه السيف إيه علاقة السيف بالموضوع السيف استخدم لكسر التواغيت التي تحول بين شعوبها وبين معرفة الدين السيف يستخدم ليعلو شرع الله لكن لن يستخدم لإكراه الناس على الدخول يعلو شرع الله أن يحكم شرع الله الأرض آه بس هيبقى هناك النصارى واليهود أهل ذمة يدفعون الجزي عن يد وهم صاغرون لكن لا يكرهون على دخول الدين آه هو يلتزم بالقانون الدولة لكن الدين يبقى عن القتناع عن فهم عن إيمان لا سيامة وهو دين عظيم لا سيامة وهو رب عظيم لا سيامة وهي عقيدة سليمة توافق الفطرة والعقل والقلب والوجدان والضمير كل شيء تجد في دين الله تبارك وتعالى متسقا متناسقا الكون والحياة الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين اقرأ باسم ربك الذي خلق قلق الإنسان المعلاق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لا يعلم متى تستقيم الأشياء في ناظريك متى تستقيم غرية الوجود والحياة والبداية والنهاية والموت والحياة والكون والحقائق الوجودية الكبرى متى يستقيم لك علاقتك بالكون وعلاقتك بهذه الحياة ومحدوديتك متى تتسق عندك الأمور في حياتك الشخصية وفي علاقاتك وفي سلوكياتك وأفكارك حين تعتقد الاعتقاد الصحيح الله لا إله إلا هو الحي القيوم متى تستقيم نفسيتك وتكون نفسية سوية وقلب سليم ناضج حين تتصل بهذه العقيدة الصافية النقية فلت تحترم العقل وتحترم الوجدين لذلك قال تعالى لا إكراها في الدين قد تبين الرجد من الغيب فما يكفر بالضغوط يوم من بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لا إله إلا الله لا بد لكي تقول لله أن تكفر بالضغوط وتؤمن بالله والضغوط كل ما عبد من دون الله وهو راض وهو يعلم رؤوسهم خمسة الشيطان والحاكم غير ما أنزه الله والمبدل وشرع الله والساحر والكاهن ويشمل كل من طغى حد العبودية من معبود أو متبوع أو مطاعد تكفر بالضغوط تبغضه تعتقد بطلام ما يدعي من صفات روبية وحقوق الألوهية وتسعى في إزالة عبادتهم على وجه الأرض بالجهاد الذي يبدأ بالكلمة والبيان وينتهي بالسيف والسلام الكفر بالضغوط ليس فقط كفر قلبي بل كفر اعتقادي وتظهر ذلك على لسانك وتشنى على الطواغيت وتسعى في إزالة عبادتهم وتدعو إلى الله بالحكمة والمعيثة الحسنة وتجهر بذلك يكفر بالضغوط ويؤمن بالله فإذا حطمنا الأصنام خلينا القلب من الطواغيت من الأصنام من الأوثان من الشرك الأكبر من الشرك الأصغر من الوثنيات من أمراض القلوب من الشهوات الخفية والشهوات الظاهرة وإرادة العلو وإرادة الفساد نحليه ويؤمن بالله تخلية وتحلية تصفية وتربية لا يستقيم إيمان بغير كفر ولا يستقيم حب من غير بغض لذلك الدين يقول لك سفي دين الحب دين العشق لا ما فيش الكلام ده في قضية أنك تحب في الله وتبغد في الله توالي في الله وتعادي في الله تكفر بالطغوط تؤمن بالله تبغد الكفر وتحب الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون أصل دين سهوك بقى دين الحب الإلهي أصل دين العشق الإلهي مساواة الأديان أصلحا لازم نحب الناس كلها الإنسانية قبل التدين كل هذا تميع كل هذا باطل يبدأ هذه الأمور أن تكون ظاهرة فمن يكفر بالطغوط يعتقد بطلان ما يدعي هذا الطغوط من صفات روبية وحقوق الألوهية ويبغد ويظهر العداوة ويسعى في إزالة عبادته بالجهاد الذي يبدأ بالكلمة والبيان وينتهي بالسيف والسنو ويؤمن بالله الإله الحق الوحيد على وجه الأرض العبادة الحق العقيدة الحق أي الإسلام الله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أن يعبد في السماء ويعبد في الأرض الإله الحق الذي يعبده أهل الأرض بحق واحد هو الله وما سوى ممن يدعي أنهم آلهة فهم كلهم آلهة عند قوامهم ولكنها آلهة بباطل لذلك لا إله إلا الله وش لا معبود إلا الله لا معبود بحق إلا الله فكل ما سوى عبد بباطل لكن الله عبد بحق كما لرببيته وألوهياته وأسماء وصفاته فهو الرب هو الخالق الرازق المدبر المالك الملك الأمر الناهي المشرع هو الإله الذي تحار في العقول وتشتاق إليه القلوب هو الإله الذي تأله القلوب وتحب وتوله بحبه وتنجذب إليه هو الذي له الأسماء والحسن والصفات العلا له الكمال والجمال والجلال له القيومية وله الحياة له كمال الصفات الذاتية والصفات الفعلية فبارك وتعالى على كل شيء قدير ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن لا يخرج شيء عن سلطانه فبارك وتعالى قال لا إكراه في الدين قد تبين رشده من الغي الرشد معرفة الحق واتباعه والغي معرفة الباطل وإيه معرفة أن هذا باطل واتباعه أو معرفة الحق ومخالفته بخلاف الهدى والضلال الهدى معرفة بس معرفة الحق الضلال عدم معرفة الحق تمام؟ أن تعرف الحق وتتبع وتبقى راشد الرشد أن تعرف الضلال أنه ضلال وتتبع وتبقى غير أو تعرف الحق الهدى وتخالفه تبقى غير قال وهذا نفي في معنى النهي أي لا تكره أحدا على الدين نزلت هذه الآية في رجال من الصحابة كان لهم أولاد قد تهوضوا وتتصروا قبل الإسلام فلما جاء الإسلام أسلم الآباء وأرادوا إكراه الأولاد على الدين فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك حتى يكونوا هم الذين يختارون الدخول في الإسلام والصحيح الآية على عمومها في حق كل كافر وهذا ظاهر على قول من يجعل من جميع الكفر وهذا هو الراجح في الحقيقة كل الكفر أهل الأرض فلا يكرهون على الدخول في الدين بل إما يدخلوا في الدين وإما أن يعطوا الجزية كما تقول أهل العراق وأهل المدينة وإن استثنى هؤلاء بعض عبدة الأوثان وإن كان الراجح أنه حتى المجوس أيضا يؤخذ منه للجزية قال تعالى الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات قال ابن القيم فوحد ولي الذين أمنوا هو الله الأحد الصمد وجمع الذين كفروا لتعددهم وكثرتهم وجمع الظلمات وهي طرق الضلال والغير لكثرتها واختلافها ووحد النور وهو دينه الحق وطريقه المستقيم الذي لا طريق إليه سوى وهذا يتضمن إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر قال تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم وأمرتهم أن يشركوا به ما لم أنزل به سلطانا والشياطين أخرجوا من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر والشرك ومن النور الذي جاءت به الرسل من الهدى والعلم إلى ظلمات الجهل والضلال نعقف عند محاجة بن مروض مع إبراهيم عليه السلام وأجل المجلس القادم أكل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك لهم ربنا والحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأعطوه لك